هل هناك أي ردود فاعل على هذه المواقف أنه انسحاب سريع من الشمال الأوكراني للقوات الروسية ربما تقدم للقوات الأوكرانية في محيط العاصمة وفي بعض المدن بالنسبة لروسيا ليس هناك انسحاب أصلا كما أشرنا روسيا قالت أن هذه هي الخطة المعتمدة لديها الانتهاء من المرحلة الأولى بتدمير قدرات أوكرانيا العسكرية ثم الانتقال مرحلة الثانية مع سحب القوات من محوري كييف وشيرنييف ثم التوجه نحو الشرق الأوكراني والجنوب الأوكراني بحيث يمكنها استكمال ما سمته عملية تحيير الدنباس المعركة الآن تدور بشكل أكبر في منطقة ماريوبول التي تشهد حصارا وتشهد أزمة إنسانية كبيرة قبل ساعتين أو تقريبا من الآن قال الرئيس الشيان الذي يحاربه على الجبهة في كثير من الأحيان قال إن المعركة في ماريوبول منتهية وأن الأمر فقط هناك عدد من المسلحين الذين سماهم المجرمين النازيين الذين يستخدمون المواطنين كدروع بشرية وأنهم قلة وما زالوا موجودين بالعشرات وأنهم يحاولون من وقت لآخر للخروج من المدينة سواء عبر طائرات فيتم قصفها أو عبر ممرات جانبية للخروج أو الهروب بالأحرى كما يقول من المدينة وقال أيضا قدروف إن هؤلاء ما هم خيران إما التسليم والقأس لحتيم أو الموت بدون شرف عسكري هذه هي تسليحات قدروف على التليجرام الذي تشارك قواتهم في ماريوبول أيضا في الساعة الأخيرة أوسيتيا الجنوبية رئيسها وصل إلى جمهوري دونتسك الشعبية المعترب بها من جانب روسيا بالطبع لقاء عالد من المتطوعين الذين يقاتلون جنبا إلى جنبا مع القوات الروسية في هذه المعركة إضافة إلى إجراء محالثات مع المسؤولين في دونتسك الشعبية الشاهد من هذه الثورات التي أشرت إليها هو أن الجانب الروسي وحلفائه على الأرض سواء من الشيشان أو من سيتيا هؤلاء يرون أن المعركة الرئيسية وهي تحرير الدونباس ودونتسك والوغانسك هي تسير وفق المخطط الروسي وأن إجمال هذه الجهود العسكرية والتطورات المدنية على الأرض هي بغية التوصل إلى هذه النقطة بالأساس